السلام عليكم ورحمة الله لم يكن إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه بالأمر الهيين فقال أحبار اليهود ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا أشرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين رغم أن من آمن من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم عدد قليل إلا أن الله عز وجل قد أنصف تلك القلة المؤمنة فالإنصاف من الإيمان والإنصاف خير الأوصاف وخلونا نتكلم شوي عن تلك القلة المؤمنة كان عبد الله بن سلام من قبيلة بني قينقا وكان من أحبار اليهود ومن أعلمهم بالطورة وكان على علم وضرايا تامة بنعة وصفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك من كتبهم وكان عبد الله بن سلام قبل الإسلام له مكان وشأن عظيم بين اليهود فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب عبد الله بن سلام مع من ذهب لرؤيته فلما تبين وجهه عرف أنه ليس بوجه كذاب ولما نزل قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم سأل سيدنا عمر بن الخطاب عن المعرفة في تلك الآية فقال عبد الله بن سلام يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي بمحمد أشد وأسرى عبد الله بن سلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ولأن سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه من اليهود فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اليهود قوم بهد فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم فقالوا جميعا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام فضحكوا وقالوا أعاذه الله من ذلك فخرج إليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال اليهود بل شرنا وابن شرنا وتنقصوه وحسن إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه أشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة هو ده النموذج اللي احنا نعرفه لكن يا ترى هل هناك نماذج أخرى؟ بالطبع هناك ثلاثة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين هم أسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية رضي الله عنهم أجمعين وخلونا نعرف الحكاية من أولها كبيل الإسلام بسنين قدم رجل من اليهود من أهل الشام يقال له ابن الهيبان وكان رجل من أهل الكتاب من الصالحين وكان إذا قل المطر يذهب إلى ابن الهيبان ويستسقو به فيقول لهم لا والله حتى تخرجوا صدقة ثم يخرج بهم إلى حرة المدينة فيستسقي لهم فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقى القوم فلما حضرته الوفاة وعرف أنه ميت جمع اليهود وقال لهم يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع فقال اليهود إنك أعلم فقال لهم قد أظل زمان نبي يهاجر إلى هذه البلدة فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أظلكم زمانه فلا تسبقن إليه يا معشر يهود ثم مات ابن الهيبان فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم وكان أولئك الصحابة أسد بن عبيد وثعلبة ابن سعية وأسيد ابن سعية رضي الله عنهم أجمعين وفيهم جميعا نزلت تلك الآيات المباركة جزاكم الله خيرا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر